السيس رايح المنصورة الجديدة بدل قديمة انا عندنا جمهورية جديدة وكده ولازم كل حاجة تبقى جديدة في جديد مين يبقى ممتل المنصورة ويطلع يقول كلمتين للهبوء استعانى بالفنان الكبير شريف منير دوروا على فنان يبقى من منصورة فلقوا شريف منير من المنصورة وحقيقة احسنوا الاختيار شريف منير خيروا من يمتل يمتل مين يمثل المعرضين منورة رئيس المنصورة الجديدة طبعا كلكم قرفتم ان انا ابن من ابناء المنصورة فانا بقى اقول لكم يعني انا متشرف بوجودكم واهلا وسهلا بيكم في المنصورة الجديدة الفيلم اللي ازاع دلوقتي الحمد لله يعني اتقل بصوتي والانجازات بينة واضحة يعني مش هنتكلم تاني عن الانجازات لانها مالية مصر كلها ما مش محتاجين يا خبر ابيض يا شريف يا خبر ابيض ما انتكلم مش محتاجين يا ابني ما لاش نضايع وقتنا في الانجاز كلها بين شريف ابن منصورة فلازم شريف منير يطلع يعمل مشهد التعريض باسم المنصورة ما لازم كل حد يبقى ليها رمز للتعريض بتاعها عشان مش هيلقوا مواطن يعرض نفس التعريض بتاع شريف ويجيبوه بصوته بس شريف منير لامانة لازم نتكلم بامانة كان عنده مشكلة كبيرة كبيرة في لحظة صدق نادرة حاب يعرضها على السيسي نسمع مشكلة المواطن شريف منير مع الاب والانسان والحاكم الفناء قصلي الحاكم مش عارف اقول له ايه نسمع المواطن مشكلة المواطن شريف منير ممثل منصورة اللي خد على الجهزة الامنية وحاب يستغل هذه الفرصة عشان يحكي على مشكلته اللي ما كانوش عاملينها في الحسبان وفاكرين شريف منير معرض بس فشريف منير ممثل منصورة يتحدث يستغل الفرصة ويتحدث عن مشكلته ايه مشكلة شريف منير حاجات اتعملت في لمح البصر يا رئيس انا بنام بقوم بلاقي دنيا متغيرة بروح مشوار ارجع لاقي دنيا متغيرة والله انا بتكلم بجد يعني انا من سكان حي المواطن الله الراجل ما بيعرفش ارجع بيته من الانجازات مشكلة شريف انه بيتكابل في الانجازات شريف منير بيتكابل في الانجازات ده ان ايه عملة تتغير اه وشريف منير كده هيتوه انا خايف انه ما يعرفش يروح بيته قال لك انا قاعد في المقاطم مشو المنصورة دلوقتي بس هو لازم يجي المنصورة عشان بيمثل المواطنين في المنصورة المواطنين يمثلوا منصورة بس يا حيوان هو اي حد يمثل اي حد حتى التمثيل عندنا حتى التمثيل عندنا بقرار تمثيل والممثلة دي نسبة هتمثل ودي لأ دي وحشة ليه دي وحشة هي عارفة بتعمل ايه دي ما تمثلش والممثل دا يمثل ليه احنا عارفين ان دا كويس ودي ما تمثل حتى التمثيل في دورة العسكر بزرار فبيمثل المواطنين ودار هذا الحوار بين السيسي والمواطن المصري شريف مونير ابن المنصورة في بلد الكائن ليه ممكن تطلق عليها غير انها بلد الكائن وبشكرك يا رئيس على كل انجازات اللي حصلت والله من قلبي وبدعيلك وحياة ربنا السيسي شريف انت ابن المنصورة مش كده على المنصورة اهو حاجة عظيمة جدا احنا اللي سعداء بيك فكرني بابو جلبية ام بتدعيلك لما تتحكش تتحكش ام بت ام بت قاله السيسي شريف انت من المنصورة وانتو عاملين كشف الشعر صدره قال لي ايه شريف مونير هيجا يوقف قدام السيسي اللي بيراجع سيناريوهاك المسلسلات من غير ما انت من المنصورة لما فاجأتني 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 بلد الكأن في كل حاج مش لقين مواطن مصري يقد الدور اكيد جربوا عشرات الناس فاستعانوا بشريف مونير طبعا شريف مونير لازم يبقى هو مثال المواطن المصري هو شريف وهو شريف المواطن المصري الشريف واسمه شريف شريف بيسمع الكلام اكتر من ابنك اللي عنده اقل من ثلاث سنين بزمتك ابنك اللي عنده اقل من ثلاث سنين بيسمع الكلام زي شريف لازم يستعانوا بيه وقت ما يحتاجوه ويبقى محضر شرط المموج المموج او المموة ايوما اقرب قطت عالم مصري في المطبخ مستعد شريف مستعد الاربعة وعشرين ساعة وقت ما هتعمل تلاقيه هيجيلك الشريف جاهز بص عدراك بص مطبخ 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 طب يجي عليه زيت ولا حاجة ولا بتاعي يا شريف ممكن يحطوه في الحمام لو يحتاجوه يستعاونو بيه في اي مناسبة يبقى جاه طب يا شريف لا تغلط تستخدمه تستخدم خاطئ خاطئ بتاع لا احطه في اي حتة العلم العلم احطه في اي حتة ان شاء الله حتى لو استعين بيه في الخناءات الزوجية عشان استعين بالعلم وبالوطنية عشان خلاقاتي العائلية طيب فاحنا لازم نكمل الدور وشيف مونير يصبح ممثل لمصر ونجيبه يطلع في الاعلام يتكلم عن معاناة شريف مونير المواطن المصري زي وزي بقية الشعب تعرف طريقة الشغلة اللي عاملة ازاي انت عارف علشان تروح شغل وبيبقى ازاي يعني انا النهاردة بقى لي سنتين ما اشتغلتش سنتين ما اشتغلتش مفيش ولا حاجة حصلت يعني من ساعة ما الزبق وقف لغاية النهار بقى لك كم سنة ما شفتش مونة زكية بقى لك كم سنة ما شفتش مونة زكية في شغل حوالي ثلاث سنين مفيش شغل الحياة وقفة خلي بالك التعب اللي في البلد اللي تعب الناس كلها مش تعب المطحونين بس لا الناس اللي العيشة كويس مطحونة برضو الشغل وقف في مسلسلات في رمضان اللي فاتح السيد محمد وقفت وقفت اشتغل زي مع عمر الساعة دي كده في غلاء مسلسلين تلاتة وقفوا في فيلم دي احمد الساقة راح يعمله لسه الشهر اللي فات ده سافر لامريكا عشان حيلمسلوا هم ونزاكي المنتج هرب بقى الفيلم من برضا ونصب وهرب واحمد رجع وشغله وقف بقولك شغلانة ملاحاش امان ده طبعا شريف منير بعد اما الناس بسقط عليها انك بعاني كمواطن مصري بس هنا بعرض للانجازات ده ما يعني ده شيء مختلف تمام فده شريف انتوا عايزين ايه ده المواطن المصري ومعاناته هو احمد الساقة ولقصات ايه اللي عليهم وده لا يتعارض يا حلوين يا جمال بكلم احباء المشاهدين لا يتعارض مع ان شريف دائما مايتكعبل في الانجازات لكن انت عارف تلك نقرة تلك نقرة وتلك نقرة اخرى بس ده مش هالك وتبتكلم فيه انا بتكلم في سرعة الانجاز غلوة اصار انا نفسي بعاني منها انا نفسي الناس بتقول لي انت عايش موات البطيخ لا يا جماعة لا الكلام ده مش حقيقي بعدما الناس ايه سفل تيتو سفل تيتو لانه خلاص بيبقى تعمل فيه احيانا ما بيهماكش التعريض طعم وايه بتاع وكذا وكذا بتبع عارف ان ده معرد وبتاع بس مش مراك بس الناس وضع وضع غير مسبوق فما بقوش مستحملين ها ما بقوش مستحملين ان اسمعوا معرد ما بقوش مستحملين طيب ليش ريب بنير بيعمل كده عشان هو عارف الشغل بيجي ازاي ومنين اللي انا حكيلكم عليه وعارف الشغل بيجي ازاي ومنين فاكرين كان فيه تسريب المكالمة مع واحد استفزه استفز شريف كان عايز يمثل افكركم بهذا التسريب شريف عارف ومنين عارف وانا عارف وانت عارف اقساطك احنا بنشتري احنا بنجلنا اقساط انا علي اقساط والله كريم عبدالعزيز علي اقساط الدنيا كلها عندها مشاكل والشغلة بقزة الاول ده مش ده التسريب ده اكمالة الحوار لما الناس كلت وش شريف لما الناس كلت وش شريف فتار يقول لا انا انا لا انا اصلا وعليه قصات وعليه بتاعها وقصة وراءة بس ده لا اختلف ده ما يتعرضش ان انا بعرض في بقى التسريب بتاع الشريف يا عبدالله لو تكرمت تسريب بتاع الشريف الاديم لا فيه تسريب هات التسريب اه فشريف مونير اختار الطريق ما عندوش غير الطريق ده اسهل طريق التعريد ثم التعريد عشان يشتغل شفقة رحمة من اصابة العسق ومن في ظروف طبيعية وفي بلد طبيعية يا شريف في ظروف طبيعية وبلد طبيعية يا شريف بلد محترمة يا شريف بلد بجد يا شريف انت هتشتغل وغيرك هيشتغل انك كممثل لا ممثل بجد كانيات عندك كانيات بجد هتشتغل لكن كلنا مندفع ثمن تعريضك يا شريف انت واللي زيك بقت كلها بتدفع وانت نفسك بتدفع دي المعادلة اللي الواحد مش متخيل الناس ازاي مش قادرين يوصلوا لها انت شريك في هذا المشهد يا شريف شريك رئيس انت عردت من جوه لحد ما جالك البواسير ربنا يشفيك ان شاء الله عردت جامد 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 سيبتش فرصة للتعريض من اول حال اندفعت اندفع رهيب رهيب اكتر من اندفع جز بنت سامير غاني دنيا سامير غاني اكتر من اندفعه شوف الواد ده ارعن ازاي ومندفع ازاي في التعريض ومش محتاج حاجة ودنيا مكفيه وكل حاجة مش يقول لكن مع ذلك اندفعت انتو كمية اندفع رهيب جدا جدا فانت بتدفع تمن هذا التعريض ركبتوهم وعملتوهم وديهم بيتبولوا عليكم وعالبلد كلها بس صديق نايلك من التبول جانب عشان يأكل عيش ويعيش في امان لا يعيش في شبه امان فلازم شريف يصدق الاوهم للناس بعيدة هالواقع اللي الناس شايفاه وعيشاه دي استغاثة من ستة مصرية بتستغيط من فترة عشان لبن الاطفال سمحونا على الانم بس انا هقول كلمتين عشان انا بصراحة هطفح الكيل والكلمتين بجد لك يا ريس تمام يا ريس انت قلت كلمة اي حاجة تغلى بطلوها احنا ككبار هنستحمل ومش هندفع اي حاجة عشان احنا ايه كبارة هنستحمل بالله عليك بالله عليك يرضي مين يرضي مين ان انا اجيب علبة لبن علبة لبن بمية واربعين جنيين بمية واربعين جنيين كنت الاول بجيبها بتسعين ومستغلياها بتسعين ومستغلياها بمية وكنت هاعيط بمية وعشرين كنت بانزف مية واربعين ليه يا جدعان ده زنبو ايه ده زنبو ايه اللي هو ما بيرضعش قصة من سيد رمه اللبن ده ده لما كل ثلاث ايام والاربع ايام نجيب علبة لبن بمية وعشرين جنيه ولا بي مية واربعين جنيه يا ريس ارحمنا ارحمنا بجا تدوكسن بالله انا عمري ما كنت اطلع واتكلم بس انا طفح الكيل وبقولك يا ريس ارحم اولادك فعلا احنا انت ريس بتاعنا انا اولادك يعني انت المفروض طب احناين علينا احناين علينا مش تغلي حاجة علينا احنا زنبنا ايه بجد احنا جبنا اخرنا انت بتعمل معنا كده ليه ها والله ايه العظيم انت انا اقولك ايه ما عدتش عادة اقولك ايه بصراحة لان ده عيل مالو الزمن واحنا عيلة تلات انفار وعيل ابو ده خمس في الشهر بيدفع خمس تلاف قص غير جاي بجهازه وفرشه وبيدفع له قص برضه مش هيقدر يا ريس مش هيقدر يا ريس يستغنى عن لبن مش هيقدر يستغنى عن لبن بنا يكون فعولنا هي واللي زيها انجازات فعلا هالناس عايشاها يا شريف دي اهدي اهدي يا شريف مكعبلة في الانجازات لحد ما تكافت على وشها دي بتصحق يعني متعرفش تمشي في الشقة من الانجازات تفضل كده تدوس على انجاز تعمل كده تلم الانجاز من هنا يبز من هنا حاجة فضيع جدا حاجة فضيع جدا ده مواطن مصري اخر بيشرح الانجازات اللي عايش فيها طب يعني بطعب يا جماعة انا بني ادم بطعب والله العظيم الواحد بيفتح الواتس اب بيجي له اكتئاب ده مواطن اخر بيتكلم عن الانجازات اللي هو عايش فيها بيعوم في الانجازات زي شريف مونير كده بالزبط بس هو للأسف ما عندوش عوامة زي ما شريف عندو عوامة اه اه تاني مرة في مشكلة اه كارية البيضة مركز سمية الامديد اه طبعا المشكلة الكارسة اللي متواجدة وجدنا ان الحاجة دي بيتها بيغرق وقاعدة كده انت قاعدة كده ليه حاجة جاعد عشان دارية بغرجانة دارية عشر تيام غرجانة كده الغرق ده من ايه؟ من مجال ما لها المجال والله ما عارف لها هي ايه ايه باجزة كده من قيمت بايزة بجلقت من عشر تيام عندك انت بس اه على كل بس اه رمموها ورداري اه رمموها ورداري اه اه ايه داريك انت اه يسعى فتاح السيسي جاب لك كارد من البنك الدولي وقال لك اعمل صرف صحي في قرية البيضة عشان نعيش الناس عيشة كريمة ده يرضيك يا سيادة الرئيس الوحدة المحلية او يا منفذ الشركة اه المنفذة للصرف الصحي في قرية البيضة ده شارع اول مش 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 ترعى انا مش واقف في ترعى ده شارع وده بيت ناس وده ست مواطنة لبيتها وقع مش هتعرف تبني تاني ولا هجي لها احلال وتجديد وهتجيب منين دي عيمة فعليا يا شريف عيمة فعليا في الانجازات دي مش بتتخبط فيها لا دي عيمة فيها مواطن تاني برضو الله هي معارف هيقولك ايه يا شريف من الانجازات مش عارف الناس دي ليه في اه ما بيكعبلوش في انجازات بتاعة اه شريف مونير اكيد المشكلة بيهم غباء منهم النهاردة الساب تلاتة اتناشرة اشرين تنين وعشرين شايفين الزبالة شايفين الزبالة هذه المدرسة وهذا اماكن سكنية حوليني زي ما انتوا شايفين شايفين الزبالة اللي حوليني في مدينة المونشاة محبز الصهاج وهذا الامان الواحدات السكنية جنبيني كل حاجة ريبة شايفين زي ما تشايفين الزبالة ما رأيكم في الزبالة ده وهذا المساكن كلها وهذا المساكن حياة كريمة بيقولوا حياة كريمة فان الحياة الكريمة في مدينة المونشاة محبز الصهاج لو فيه حد بينضف ولو فيه مجلس المدينة بينضف ولا ايه حد بينضف انا بحرقهم بنفسي بس برضو الدخانة برضو بتكتم على صدرني زي ما انتوا شايفين الحياة الكريمة في مدينة المونشاة محبز الصهاج وهذا المساكن دول شعوقهم كعوب بيقولوا عليهم كعوبهم اتشققت من الانجازات يا شريف حياة كعوبهم اتشققت من الانجازات